السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهم تلات درامج بدائل للواتس اب وفي نفس الوقت بيحافظها الخصية بشكل كبير جدا. الواتس اب بيبقى تابع الفيسبوك او تابع ميتة اللي بتعملك الفيسبوك وبتملك الانستجراب. وده من ضمن الحاجات الخطرة جدا ان هو بيجمع داتا من تلات حاجات اسيين. بيجمع كل صور بتاعتك. بيجمع كل محاسات بتاعتك. بيجمع كل المعلومات اللي انت بتنشرها. وده خطر كبير جدا على الخصوصية. يعني ده في الرواية الخالي العلمي اللي هو الاخ الاكبر يراكبك بيبعارف كل حاجة عنك. زايد ان هو بيتشارك اكيد الواتس اب بيشارك المعلومات مع الفيسبوك. وده اولا رسميا بيشاركها مع انستجرام. فبقى فيه معلومات عنك بشكل لدي. فلذلك في بداية تانية زي سيجنال. ده برنامج سهل جدا ومثل ان هو بيش بيحتفظ باي حاجة خاصة بيك على السيرفر. مش تابع لأي شركة. هدفة للربح فممكن الحكومات الامريكاية تضغط عليها. موجود السرار بتاعته في دول كترة مختلفة. لكن هم ما بيسايفش حاجة عنده على السيرفر. انت بتتكلم مع شخص وخص المكالمة. لما بتحفظ على جاهزك لأما تبقى غير محفوظة. فده امن جدا. التليجرام كذلك. التليجرام يعني المزال في راهبة جدا. تقدر انت تحط البرامج بتاعتك اللي انت عايزها الميديا. اي حد بيدخل بيلاقي الحاجة اللي موجودة قبل كده. مش زي الواتس اوب بيبقى من اول النهاردة. تمام? فدي ميزة كبيرة جدا. في برنامج اسم واير. ده برضو برنامج امن. فدول تلاتة جمال جدا. وبزاة تليجرام. تليجرام بديل حلوة وتقدر تعمل عليه جروباب بشكل سهل جدا. وسهلس. وابن سورس برضو فسهل جدا انت اتشار عليه. بدون اي مشاكل وبدون اي خوف على الخصية.